بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأمانة هي عماد الحياة إن ضاعت الأمانة فانتظر الساعة إن ضاعت الأمانة خربت المجتمعات إن ضاعت الأمانة لا يفلح صانع في صنعته ولا تاجر في تجارته ولا زوج في بيته ولا زوجة بين أبنائها إن ضاعت الأمانة خربت الذمم وخربت المجتمعات يقول سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ثم يقول حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أي في أصلها فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة كأن الأمانة جزء من فطرة الناس جاء القرآن فأسقلها جاء القرآن فثبتها وجاءت السنة فجعلتنا نعظم أمر الأمانة وجاءت السنة فجعلتنا نحب الأمانة ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح فيكون في قلبه أثر أو تترك في قلبه أثرا مثل أثر الوقت أي النقطة قال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل وهي نقطة أضعف هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن الأمانة تضيع من القلوب كيف أن الأمانة تذهب من أخلاق الناس ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخطر العظيم بأن الناس تنظر إلى الرجل تقول ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يصبح الناس تتبايع فتكاد لا تجد أمينا في بيعه أمينا في شرائه أمينا في صنعته أمينا في تجارته لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس تتبايع فيكاد لا يوجد أمينا فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا هذا يبين قلة الأمناء ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الهيئة جميلة والكلام جميل ولكن الفعل والتطبيق في مجال الأمانة يكاد يكون معدوما ينظر إلى الرجل فيقال ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لو نظرنا إلى أول الحديث لو وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن الأمانة وإذا به هنا يسمي الأمانة إيمانا فيقول وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كأن الأمانة والإيمان يرتبط بعضهما ببعض إذا ضعف الإيمان ضاعت الأمانة وإذا ضع إيمان الرجل فلا خير فيه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه فجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الصحابة يتكلم قال لعل رسول الله سمع مقالته ولم يجبه وقال آخر لعله سمع ولكنه كره ما يقول وقال آخر لعله لم يسمع هكذا خاطب الصحابة بعضهم بعضا بهذه العبارات وبعدما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال من السائل عن الساعة آنفا قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال ومتى تضيع الأمانة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا الحديث الخطير الذي يبين أننا نحتاج إلى الأمانة إذا ما علم المعلم في فصله إذا ما وقف التاجر في تجارته إذا ما باع البائع بضاعته إذا ما كانت الزوجة في بيت زوجها إذا ما كان الرجل في مجال عمله نحن نحتاج إلى الأمانة في كل المجالات كادت الأمانة أن تضيع أو تغيب عن أخلاقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته